تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 151 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 8 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي الاستلع الغذائية فتم ضبط قرابة 138 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 723 قضية من بينها 157 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق المواصفات